في المهرة ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر اجتماعا استثنائيا لقاذة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة لمناقشة المستجدات الأمنية وجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار شددها المحافظ بن ياسر خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتعزيز الإجراءات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية وأن تكون في ظل يقضى عالية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها مثمنا الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة في تعزيز الأمن ومكافحة الظواهر السلبية المخلة بالأمن والسكينة العامة كما ثمن المحافظ والدعم والإسناذ الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها المستمر لليمن ومنها المنحة الأخيرة اشتركوا في القناة